اشتركوا في القناة وذلك لسيطرة على الحالة الصحية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المقيمين في مملكة البحرين هي أولوية قصوى وتتطلب من الجميع مواصلة جميع الجهود بإصرار وعزم ومسؤولية حتى نتمكن من عبر تعدي هذه المرحلة وإن شاء الله نكون فيها بالقضاء على هذه الجائحة مع الفيروس طبعا وصلنا في مملكة البحرين من ضمن الإجراءات الاحترازية اللي هو زيادة عدد الفحوصات المختبرية للوصول للحالات في وقت مباكر فوصل العدد إلى اليوم إلى أكثر من 621 ألف فحص مختبري وهذه النسبة تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم بالنسبة لعدد سكان مملكة البحرين والهدف منها في أي دولة من أجل رفع أو تقليم الإجراءات الاحترازية أو تبديلها مع ما يتطلب من كشف هذه الحالات فعدد الفحوصات المختبرية تكشف لنا أكبر عدد من هذه الحالات حتى يتم متابعة جميع هذه الحالات ونتبع نفس البروتوكول المتبع سابقا وهو الفحص والمتابعة وعزل المريض للعلاج وطبعا حسب خبرتنا مع فيروس الكوفيد-19 إن وجود المرضى في المراحل الأولية من المرض تساهم في علاجه لأن علاج كوفيد-19 يتغير بتغير مراحل علاج فالمريض لما يوصل إلى أنه في المرحلة الأولى البسيطة أفضل استجابة العلاج لما يكون حالة متوسطة أو حالة تكون خطيرة أو يكون تحت العناية المركزة وهذا يساهم في أعلى نسب في الشفاء ترجمة نانسي قنقر